على خلفية مشاركتهم في الثورة السلمية ومعارضاتهم لسلطة الأمر الواقع في الجزائر تم الزج بعشرات معتقالية رأي في السجون أثار اعتقال المحتجين استنكار عموم الشعب الجزائري ومعظم الحساسيات السياسية والمنظمات الحقوقية المحلية والعالمية في بيان صادر عن المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة العفو الدولية لشهر سبتمبر الماضي قالت المنظمة أن استئناف عمليات الاعتقال التعسفية الشاملة التي تستهدف مجموعات من الناشطين السياسيين هو مؤشر واضح على أن الحق في حرية التجمع والتعبير في الجزائر ما يزال تحت التهديد بشكل كبير سرخ بعض المراقبين بأن حملات الاعتقال ضد الناشطين والمعارضين عبرت عن حالة الارتباك التي تعيشها السلطة الجزائرية وقد مثل عدد من معتقلية الرأي أمام المحكمة بتهم ملفقة إثر رفعه من راية الأمازيغية ورفضهم الانتخابات الرياسية لذا وقفت عائلات المعتقلين أمام مبنى المحكمة انتصارا لأبنائهم المظلومين في السجون وتأتي هذه المحكمات بعد إلغاء الإضراب الذي هدد به القضاة من أجل استقلاليتهم ورفضهم تحويلات الوزارة وتقرر على إثره مضاعفة رواتبهم وتتجه أنظار الجزائرين هذه الأيام نحو المحكمات فما سينصف القضاة معتقلية الرأي؟ أو أنهم سيخضعون لعدالة الهاتف وإملاءات السلطة في هذا الملف؟